مرحباً لكم. اليوم هنا في الجزائر. نحن في واحد منطقة التي هي قلب العاصمة الجزائر. الذي نعجب له و لم يكن في مغرب هو أنه بين البرلمانت قريباً واحد ستمية مترو. و كان هناك ساحة شهداء هنا. نرى أن الناس الذين لا يأخذ دميش يدعون لهم كيوسك الصغار هنا يخدمون فيهم. والغريب في الأمر هو أن ترى المغرب الباعة الجائلين والفراشة في المغرب و نعطينا موضع في مدينة تيزنيك. أعطوهم واحد المشروع في البرارك تصرفت عليه 500 مليون سنتيم أو 500 ألف دولار. و المشروع لم ينجح. في أغلب المدن المغربية نرى المشاريع الذين لا يسمونهم الفراشة. المشاريع الذين لا ينجحون لأنهم يضعون براء المدينة أو بعيدة. و هناك أمام البرلمان ترى أن الناس الذين لا يأخذ دميش يأخذ قلب المدينة. القلب دي المدينة و لا مشاكين لو قالوا كل شيء في السومة في النهار هي حاجة عادية أي واحد كي يشدوا واحد سومة كيرا إياه و لمحل واحد التمن لي هو رمزي كي يشتغل. الشعب البطاري. الشعب اللي ما خدامش ما عندوش ما عندوش ما عندوش منصيب شغل أو الحركة دي المحالات بريكة يخدموا فيهم. في المغربة كيش هالشي. في المغربة شي ما كيش. وهنا اللي يعجبني فزاب هو أنه أعطوهم واحد المركز اللي هو استراتيجي. في قلب المدينة هذا. قلب المدينة كيما كيشوفو. هدراء حنا في قلب المدينة. هانتو ما. هدراء قلب المدينة. وهنا رأى البرلمان. وهنا رأى شهدت الساحة ديال شو هدا. الشي ما كيشوفوه شو مغرين. كيشوف بنا دم كيفرش خزنيات دولي دياله ويتعد وعد Thing nine حسب مدير سنتين ديال السجني من أجل أنه بغي يخدم. ما بغيش يبيحشيش. ما بغيش يسراق. ما بغيش يلجأ للطرق غير قانونية. وما عندوماك تخرجو الشدراء لا حقك أو لا تتكلم فإنك هاتك متواجه بوحد تهم ديال أنك خائن للبلاد أو لعميل جهاتك. في حين أنك أنك تطلب مطالبها من اجتماعية ما حضر الشعب من حقه أنه يشتغل ومنحقو أنه يخدم. من حقه أن لأنه يكونوا كالشعب الجزائري اللي حالياً أنتم كما كتشوفوا بلد ما خدامت راي عطوه للكيوسك ديالو راي خدام فيه بخير وعلى أخير بدخل نهار ديالو يعيش وليدات ديالو الشي ما ما كيش عندنا في المغرب لأسف كتسبوا لي أنه حاكمانه واحد العصابة كيسميه أنا عصابة ديال العلويين عصابة ديال المجرمين كما كتسبة لأول أول أول أخصت تسمى عصابة ديال المجرمين حاكمانه في المغرب كتنهب وكتسابح طروات لأبناء الشعب من فصفات ومن طروات فلاحيات وطروات بحرية وطروات هائلة وما كيستفدون الشعب ولا شي ما كنستفدوا إلا السجون والقمع والتعديب داخل السجون هذا واللي كين في المغرب في حين أنا جزائر دكت نكشي كر كيسوق الإعلام المغربي لكشي كن كيسوق الإعلام المغربي على الجزائر جينا نطقينا كونتراير لكينا العكس وهذا شي كنت أنا مأكد منه تماما لأنه كان عارف أنه نظام مغربي مني كيسوق لي شي حاجات عارف باللي رأة تسعين في المية كانت خفية كدومني كنجيل هناك مشيت أمام برلمان خمسة تقية كنجيل لرشلية كنلقى آآ بحالة نقول له سويقة كنقول له في المغرب سويقة سوق صغير البعاء الجائرين كتنون شدي السويقة لقاليا قتنون لمن قايا كنسول سيلة لما قال لي يا رادي رادي ناس البطالين ناس اللي ما عندهمش خدمة لا يعطيهم ضبط ليس كانت تعجب أنا شديت راسي لك شي كيسوق الإعلام المغربي والله ما كي في أرض الواقع من يتزل أرض الواقع ما كيش هنا عدنا عصابة عصابة في المغربي بتحاول أنه توجه للمشاكل ديالها نحو الجزائر وبالعكس لما مش ناشي حاجة خيبة في الجزائر لحد الآن مش نتاشي حاجة اللي كيقوا إعلام نظام المغربي مش ناشي واحد قضية كانوا كيضرع لي هذه الطوابير ومشينا السوبر مارشيات مشينا للشوارع آآ آآ شفنا محلات كنظروا كل قول الشعب الجزائري عايش بخير ما دايكش كل شي كيسوق الإعلام بالصرف اللاصحي كله تقريبا قولوا تعودوا تسعين في المية فاصلة تعودوا تسعين في كل هكدو